اشتركوا في القناة 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 لم تفعل شيئا سوى جلب المشاكل لي ولعائلتي انا اسف خالتي رفقة لم يكن علي احضاره اتظنني عاجز لا استطيع المجيئة الى هنا من دونك قل لي قل لي انت وزوجك تظنني انكما افضل من الجميع تظنين ان بعض المال يجعلك افضل انت عار لنا عار انت تعير نفسك موسى انت ولعناتك المجنونة سيدتي سيدتي لديك زائر اخر من هو دبورا؟ الارمى لا نورا ام ادخليها ارجوك هل فعلتي لا تبدين على ما يرام ما هو الامر؟ رأيت موسى وايوب يخرجان وانا ادخل البوابة لم يتوقفا لتحياتي حتى اه نورا انا انا خجلة جدا لا اريد التحدث عن الامر حتى تعالي هيا لا يمكن ان يكون الامر بهذا السوء ما المشكلة؟ لقد نسيت هذه القطبة وهذه لطفل سارة اتقت القطبة وإلا خريبة القطعة كلها ما الذي حصل بينك وبين موسى؟ موسى غاضب من توقيف داود فقد اعصابه وقل امورا رهيبة عن زوجي عندها فقدت اعصابي ايضا كان يجب ان اعلم الجميع غاضب طبعا لا تقصي على نفسك اردت ان اغضب عليه اردت ان اقول امورا كريهة وشريرة له وفعلت موسى يلوم زوجي هارون على توقيف داود ويلومني انا لان زوجته وبناته يتبعن المسيح لا يمكنني اصلاح هذا ضعيها جانبا الان لكن رفقة اعلم ما كنت ستقولين لي لو كنت مكانك بهذا الموقف مع احد ما ماذا؟ كنت لتطلبين مني مسامحته اجل انا اظن ذلك الامر مثل القطبة المفقودة ان لم تواجه المشكلة وتسامح موسى ستكبر فجوة المرارة اكثر واكثر ستدمر سلام الله في قلبك لا تضيعي دقيقة اخرى على الغضب والمرارة موسى تذكري ما قلته لي عن يسوع ما قاله عن الناس الذين يكرهوننا من اجله انت في موضع جيد اذ وسيء اليك من اجل مسيحنا انت على حق لكن الامر صعب احيانا ايضا لكنك اخبرتني المزيد ان يسوع قال انه من السيء ان يتكلم كل الناس عنك بالصلاح لقد صدمت بما اخبرت لي اياه لم تدلي كلماته منطقية في البدء طبعا علي ان اصلي من اجل موسى واجد طريقة لمباركته اه اجل شكرا نورا لقد سمحت لنفسي بالعودة الى طريقة القديمة بالنظر للامور والناس وموسى لما لا تصلين له وتسامحينه الان عزيزة رفقة ابانا سامحني لاني غضبت على موسى اباركه باسمك يا رب باركه بنعمتك باركه بإعلان محبتك له باركه بشفاء عمه يا رب يا رب أسمحه على كل كلمة سيئة قالها عني وعن زوجي أسامحه على إهانتي وإحراجي أسمحه على كل أمر جارح قاله أو فعله لي وأشكرك لأني إذ أسامحه أضمن مسامحتك لي شكراً يا رب المجد لله أحمدك يا رب شكراً صديقة العزيزة شكراً لك لأنك حثيتني على اتباع الرب حقاً الآن أشعر أن علي الذهاب إلى موسى والاعتدار منه لأني فقدت أعصابي أتظنين أن هذا حكيم رفقة؟ ربما عليك تركه يهدأ الآن لابد أنه مازال غاضباً لا كنت مخطئة أنا مسؤولة عما فعلته في هذه المسألة لا أعلم لماذا لكن أشعر أنه علي الذهاب الآن إذن سأتي معك على الأقل أصلي لك ماذا جرى؟ أبي غاضب جداً إنه غاضب لقد سبب مشكلة أنا أسفة جداً كانت أمي منزعجة حين غادرت أظنها نائمة الآن العروسان أدخلاً أتى يعقوب الآن من السجن كيف حاله؟ كيف حال أمي؟ حالتها أسوأ بكثير اليوم آه سارة، كيف أساعدكم؟ لقد ضرب بقوة، لكنه متماسك جيداً أية أخبار عن التهم؟ الإثارة ضد روما ليكن الله بعونه، قد يعدمونه لذلك داود لا يتكهن هو يعلم ما ينتظره وآله كيف يتعاملون مع الوضع؟ ليس جيداً والده مضطرب وأمه وأمه أمي ماذا تحتاجين؟ ماذا نفعل؟ لا، لا أعلم يا ابنتي أشعر أنني ضعيفة، ضعيفة يجب أن ترتاحي أين؟ أين والدك؟ إنه في الغرفة الرئيسية، وهو بخير اهتمي بنفسك فقط أمي خالتي نورة، خالتي رفقة أهلاً أيوب لم أتوقع أن أراكي بهذه السرعة أعلم، أنا آسفة عما جرى هذا الصباح من هنا يا أيوب؟ صوت من هذا؟ إنهما خالة نورة وخالة رفقة أبي ماذا؟ اه، اللعنة، اللعنة، ماذا تفعلان هنا؟ أتىت لأعتذر موسى فقدت أعصاب هذا الصباح وانا آسفة حقاً يا إلهي سعدنا آه أمي يعقوب أيوب أبي النجدة أمي 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 لا أمي عودي عودي أحتاج إليك أمي أين لا لا يا الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة